السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنعرف مع بعض ازاي نخزن البامية سنة كاملة من غير ما تصفر معنا هيكون لونها اخضر زي ما احنا شايفين كده طريقتها سهلة جدا وبتاخدش معنا وقت خالص البامية من الاكلات الحلوة قوي اللي ممكن نعمل منها ويكا وممكن نعمل منها البامية بالدمعة احنا النهاردة هنعمل الاتنين يلا بينا نشوف الطريقة مية مغلية في حل على النار واول ما المية ما تغلي هنعصر نصف لامونة بعد كده هننزل بالبامية غسطينها كويس جدا اهم حاجة ما تنضفش البامية قبل ما تغليها لانك لو نضفتيها وبعد كده غلتيها هتنزل كل الفايدة في المية وهتسود منك في التغزين هنجيب بعد كده مية ساقعة جدا دي اللي هنحط فيها البامية اول ما تطلع من المية المغلية هي دي اللي هتخلي البامية تفضل معينة لونها اخضر اهم حاجة البامية ما تغليش نفضل نقلب فيها ما تغليش مننا لانها لو غلية هتصفر هي متاخدش وقتها عن نور خالص يضبك دقيقتين ونفضل نقلب فيها كل شوية ومنخليها اشتغلي خالص تقليبة كمان خلاص كده هي جاهزة معينة هنحطها على طول في المية الساقعة شايفين مجرد ما تحطت في المية الساقعة لونها بقى اخدر اكتر من الاول هنسيبها بقى تهدف في المية الساقعة وبعد كده هنصفيها وننضفها هنخرط منها الكبير ويكا والصغير هنقمعه وهنحفظها في كياس التغزين وهيكون شكلها كده شايفين لونها اخدر ازاي ما خدتش معنا وقتها خالص ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة تضغطوا على لايك وشير تشتركوا في القناة لو مش مشتركين وتفعلوا الجرس شوفكم على خير ان شاء الله